هل يمكن ترضى أولادك من البيت بعد وفاتك؟ كيف يتم اختيار البلدية التي سيسكن بها اللاجئ؟ قرار من مجلس الدولة خاص بشركات البيوت ما سبب تخوف أوروبا وفرنسا مما يحدث في النيجر؟ حادثة طعن في كامب تير أبل سجين يهرب من الشرطة أثناء نقله سحب السفينة المحترقة إلى ميناء هولندي فضيحة جديدة في هولندا اللجوء في البرازيل بدلا من أوروبا افتتاح أول مركز توزيع لأمازون في هولندا محاكمة مشطاء المناخ في لهاي وفي أخبار رياضة مارسيلو يتسبب في إصابة مروعة ويغادر الملعب قبل كام يوم نشرنا قصة لواحد هولندي اسمه السيد سفين عنده 47 سنة وهيتم طرده من بيت أمه بعد وفاته شركة البيوت هتخرجه من البيت عشان تديه لحد تاني ومش عايزين يعذروه ويسبوه يقيم في البيت الفيديو نشرناه وجات تحتية تعليقات كتيرة جدا وأسئلة مهمة جدا أهمهم السؤال اللي قدامكم ده فيه سيدة بتسأل بطول ان هي عندها سرطان شفاها الله وعفاها والسرطان منتشر وعندها بنت أقل من العشرين سنة وعندها وظيفة صغيرة يعني مش بدوام كامل وما بتدفع لهاش إيجار هل هيتم طرد البنت من هم طردك من البيت وإزاي تتعامل مع الموقف ده ويتجهز نفسك ليه الفيديو بتاع السادس فين وقصته هسيبهولك في آخر الفيديو ده خالص وخلينا نشرح مع بعض القوانين بتاعة إخراج الأطفال اليتامة من بيت أبويهم بعد وفاته فيه اتفاق ما بين الحكومة الهولندية من طرف وأصحاب البيوت من طرف آخر سواء أصحاب البيوت ده والجمعيات إسكانية اجتماعية بتوزع السكن الاجتماعي أو أصحاب أملاك خاصة عقارات خاصة بيأجروها الاتفاق ده مكتوب فيه إيه اللي هيحصل مع الأولاد والبنات اللي والديهم يتوفوا أثناء المعيشة معهم ولد وبنت دلوقتي معانا أبوهم وأموهم توفوا في حادث الولد والبنت أول شرط لازم يكون سنهم بين الـ 18 والـ 27 سنة وموضوع الـ 27 سنة ده ليه استثناء هنقول عليه في الآخر ولكن خلينا نكمل خلاص سنهم 18 و 27 سنة أولا لابد أن يسمح لهم بالاستمرار في المعيشة داخل هذا المنزل ولكن بشرطين أولا المنزل حجمه يكون مناسب يعني ما يكونش البيت مثلا أربع غرف وهم شخصين كده البيت أكبر من المطلوب يعني ثانيا يكونوا قادرين على دفع الإيجار طيب هنفرض دلوقتي أنت وأختك سنكم 18 سنة و 27 سنة الولدين توفوا وسكنين في بيت أربع غرف وغالي عليكم جدا وكبير عليكم لو البيت ده بيت اجتماعي سكن اجتماعي من جمعية إسكانية الجمعية الإسكانية ديه تبناء على الاتفاق اللي قلنا عليه في الأول ما بين الحكومة ما بين المؤجرين لازم أن هي تكتب لك عقد مؤقت بسنتين وتكتب لك إيجار جديد أرخص ويتناسب مع دخلك أنت وأختك الدخل الشهري والسنوي لو البيت مثلا بـ 800 يورو هيكتبوا لك عقد جديد سيبك بقى من العقد بتاع الولدين اللي توفوا والله يرحمهم هيكتبوا لك عقد سنتين مثلا بدل ما 800 يورو أنت والوالد والوالدة وأختك هيبقى 600 يورو بناء على دخلكم الشهري والسنوي لو البيت ده إيجار خاص أنا مثلا اللي بمتلك البيت أنا مش جماعة إسكانية أنا بمتلك البيت ده ومؤجره لكم أولا ممنوع أن أنا خرجكم من البيت وبرضو هتفضلوا سنتين ولكن أنا غير مجبر بناء على الاتفاق اللي احنا شرحنا ده غير مجبر أن أنا أغير لكم الأجار يعني هخلي 800 يورو زي ما هو لمدة السنتين دول إيه اللي هيحصل بعد السنتين خلينا نشوف مع بعض إذا كان السكن اجتماعي في خلال السنتين المفروض بحسب الاتفاق ما بين الحكومة والمؤجرين أصحاب البيت المفروض بحسب الاتفاق ده إن الجامعية الإسكانية الإجتماعية تلاقي لك أنت وأختك سكن مناسب لكم من ناحية المساحة ومن ناحية الإيجار وبعد ما بتلاقي لكم البيت ده المفروض أن انتوا بتنقله فيه سواء في خلال السنتين أو بعد ما السنتين ينتهوا وبيتم كتابة عقد إيجار ما بينك وما بين الجامعية الإسكانية وأختك والعقد ده الشرط الأساسي بتاعه إنه يكون غير محدد ما ينفعش الجامعية الإسكانية تكتب لكم فيه عقد لمدة سنتين أو ثلاثة ده ممنوع بحسب الاتفاق بتاع الحكومة هتسكنوا في البيت ده بقى زي ما بقولوا مدى الحياة طيب ده بالنسبة إذا كان السكن اجتماعي فرضنا السكن خاص أنا اللي مأجر لك أنت وأختك مثلا البيت بتاعي ده ملكية خاصة بتاعتي مش سكن اجتماعي المفروض إن أنا أحاول أدور لكم على بديل لنفرض أنا ما عنديش بيوت صغيرة تناسب مثلا شخصين من ناحية المساحة ومن ناحية السعر لازم أعرفكم قبل ما السنتين ينتهوا عشان يكون عندكم وقت تدوروا فيه براحتكم لو أنتوا حسيتوا إنوا مش لقين بيوت فيه هنا استثناء مهم جدا بيجيلك أنت وأختك عشان يعني زي ما بقولوا كده ما تطلعوش في الشارع في حاجة اسمها طلب أولوية للحصول على بيت الطلب الأولوية ده اللي الناس بتسميه الأرخانسي طلب الأولوية ده بتاخده من البلدية لنفرض دلوقتي أنت خلاص حسيت السنتين بيخلاصه وما فيش بيوت لو رحت سجلت في شركة بيوت الدور بتاعك هيبقى تحت خالصه بحسب المدينة اللي أنت فيها لنفرض أنت مثلا في مدينة أترخت ممكن أصلا دورك يكون في البيوت رقم 500 أو 600 عشان تستعجل وعشان أنت حالة خاصة هتطلع من البيت اللي أنت قاعد فيه بتاع والديك ده يعني تتحط في الشارع زي ما بقوله بتروح على البلدية وبتسألهم على قرار أولوية للحصول على بيت أن أنت بيتم تقديمك على القيمة بتبقى ليك أولوية تاخد بيت بسرعة جدا من ضمن الشروط الرئيسية المعروفة في البلديات لحصول على طلب أولوية للحصول على منزل في أربع شروط أسباب طبية أو أن عائلتك الحالية يعني حجمها أكبر بكتير من البيت الحال اللي أنت ساكن فيه أو أن البيت بتاعك سيتم هدمه أو أن أنت طالب لجوء ودي قصة تانية مش هنتكلم عليها دلوقتي نرجع للأربع شروط دول الأربع شروط دول زي ما أنا قلتهم دلوقتي مفهمش الحالة بتاعتك أنت وأختك اللي والديكم توف ولكن في الأول والأخير ده اللي مكتوب في القرار بتاع الحكومة على الموقع الحكومي بيقولك إذا كنت أنت ساكن في بيت إيجار خاص والولدين توفق والبيت كبير عليكم وغالي جدا وفي خلال سنتين صاحب البيت ده لم يجد أي بديل لكم ولا يمتلك أي بيوت أخرى تناسبكم من ناحية الحجم ومن ناحية السعر فإن أنتوا تروحوا بكل بساطة للبلدية والبلدية هتدرس الطلب بتاعكم وتقرر فيها تحصلوا على أولوية ولا لا طيب إحنا قلنا في البداية إن شرط تطبيق الحاجات دي كلها والاستثناءات وإن لن يتم إخراجكم من بيت والديكم المتوفين إن أنتوا يكون سنكم ما بين التمنتاشر والسبعة وعشرين طيب إفرد أنا عندي تمانية وعشرين سنة أو تلاتين سنة أو خمسة وتلاتين سنة سن السبعة وعشرين سنة بحسب الاتفاق اللي ما بين الحكومة وأصحاب العقارات سواء اجتماعية أو خاصة بيقول إن سن السبعة وعشرين مش لهو الحد الأقصى ولا حاجة ولكن يجب النظر لحالة الشخص إفرد عنده تمانية وعشرين سنة ومرين يبقى يجب مراعاته إفرد عنده تمانية وعشرين سنة ومن زاوي الاحتياجات الخاصة ولذلك بنقول هنا سن السبعة وعشرين مش هو الحد الأقصى ويبقى مفتوح توضيح بسيط هنا لمبدأ الطفل اليتيم لإن إحنا بنتكلم كل ده على الأطفال اللي هيصبحوا يتام أولا إن يكون الوالدين كلاهما توف يعني أنت ساكن مع الأب والأم والأب والأم ماتوا ينطبق عليك اللي شرحنا ده كله ده معنا ياتيم في الحالة دي ده بحسب الاتفاق بتاع الحكومة اللي مع شركات البيوت وأصحاب العقارات ثانيا إن أنت تكون مثلا ساكن مع الأم وما تعرفش مين الأب أساسا ودي حالة موجودة كتير في هولندا في أطفال بأولاده وما يعرفش مين أبوه أساسا ولا يعرفه لحد ما الطفل ده نفسه يتواف طيب أنت دلوقتي هو ما يعرفش مين أبوه وساكن مع أمه وأمه توفت ينطبق عليه الكلام اللي قلناه الحالة التالتة إن يكون عارف مثلا أمه مين وساكن معها وعارف أبوه مين ولكن لا يتواصل مع الوالد ما فيش علاقة اجتماعية بتجمعه بالوالد أو العكس ساكن مع الوالد والوالد توفى ويعرف أمه مين ولكن ليس له أي تواصل مع الأم ينطبق عليه أيضا الحالات اللي شرحناها كلها ما ننساش هنا لو مثلا أنت وأختك الوالدين توفوا وبعد ما الوالدين توفوا يعني حالتكم النفسية أصبحت سيئة بجانب أن صاحب البيت ما ينفعش يخرجكم لو كان البيت اجتماعي خاصة ولازم يخفض لكم الإيجار ويعرض عليكم عقد إيجار جديد مؤقت لمدة سنتين بالسعر الجديد اللي يتناسب مع دخلكم الشهر والسنوي لازم كمان مطلوب منه اللي هي الجامعية الإسكانية الإجتماعية ديات لو شافت إن حالتكم النفسية مش كويسة بعد وفاة الوالدين لازم يحاولوا يجب لكم مساعدة عن طريق عامل اجتماعي متخصص من البلدية أو من عيادات أخرى اجتماعية ونفسية اتكلمنا قبل كده على المدة الزمنية القانونية لحصول اللاجئ على منزل وإن الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين بتطالب بتطبيق القانون ده بحزفيره القانون ده بينص على الآتي فيه لاجئة دلوقتي مقيم في تير أبل وقاعد هناك في الكمب الدائم حصل على إقامة بمجرد الحصول على إقامة القانون بيقول كالآتي فيه 14 إسبوعين مقسمين كالآتي أول إسبوعين بعد الحصول على إقامة لازم الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين تلاقيله بلدية وفي خلال عشر أسابيع البلدية ديت بعد ما وفقتها على استقبال اللاجئ ده البلدية ديت معها عشر أسابيع تلاقيله فيها بيت وبعد ما تلاقيله البيت فيه معهم إسبوعين اللاجئ ده يلمحكته كده ويطلع من الكمب بتاع الكوة بتاع الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين ويروح يستلم بيته زي ما قلنا لحد نهاية شهر 7 2023 في 16100 لاجئة عندهم إقامات جوه الكمبات بتاع الهيئة المركزية الاستقبال اللاجئين في منهم 11 ألف المفروض ان هم كسروا مدة 14 أسبوع بالفعل وده اللي بتنادي به الهيئة المركزية الاستقبال اللاجئين بتقولك لو سمحت خلونا البلديات طالما هي مش موافقة على قانون إجبار البلديات ورجعت في كلامها بعد سقوط الحكومة ياريت البلديات دلوقتي تلتزم بالمدة الزمنية ديات 14 أسبوع وعايزين نطلع الناس اللي عندنا ديات عشان نوفر أماكن وما نخليش اللاجئين ينام ولكن نرجع كده ليه أول جملة احنا قلناها وهي جملة الإسبوعين أول إسبوعين بعد الحصول على إقامة لازم الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين تلقي لك بلدية طب هي بترفع سمحت التليفون وتتصل بأي بلدية كده في هولندا وتقول لهم عندنا لاجئ مثلا اسمه محمد معاه إقامة جاي من سوريا ياريت تقوله بيت لا في 12 شرط هنا و12 نقطة النظام بتاع الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين بيشتغل به بناء على ال 12 نقطة دول وانت ليك دور مهم كبير جدا فيهم وتقدر بناء عليه تحدد نوع البلدية اللي انت هتحصل عليها خلينا نشوف ايه هما ال 12 نقطة اللي بتراعيهم الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين قبل ما تبدأ في اختيار البلدية الخاصة بيك أول نقطة الهيئة المركزية لاستقبال اللاجئين بتنظر إليها عشان تقرر هما هيودوك على آن بلدية هي حجم الأسرة لنفرض ان انت عندك ست سبع اطفال وزوجتك وانت كده انت تسع اشخاص فكده هي هتتجه للبلديات اللي فيها بيوت كبيرة فضية او اللي فيها بشكل عام بيوت كبيرة عشان ما ينفعش مثلا نودوك على امستردام او السنتروم بتاع امستردام في شقة مثلا غرفة وصالة فدي اول نقطة حجم الأسرة تاني نقطة اللي هي بلد المنشأ انت جاي منين بناء على البلد اللي انت جاي منها بيتم تحديد بلدية معينة ليك ويه اللغة الام هل انت مثلا بتتكلم عرب لغتك الام هل لغتك الام كردي تركي وما الى ذلك رابع نقطة تفاصيل لمش ياملوا الاسرة بتاعك هل لمش ياملوا الاسرة بتاعك هياخد وقت كتير ولا قليل بعد كده النقطة اللي بعد كده اثبات التسجيل في دراسة لنفرض ان انت جبت قبول جامعي من جامعة امستردام فكده هما مش هيقدروا بكل سهولة يجبولك بيت في تير ابل او في خرونجن انت هتروح على امستردام فهيحاولوا اولا امستردام وما حاول امستردام النقطة اللي بعد كده التعليم اذا كنت انت بالفعل بدأت دراسة لنفرض ان انت اسناء جلوسك في الكامب جبت موافقة جامعية للالتحاق باحد الجامعات في جامعة خرونجن فكده هما مش هيقدروا مثلا يودوك على اترخت مجبرين انه هما يلقولك بيت يا اما في خرونجن او حاول خرونجن طيب الخبرة في العمل وجود عقد عمل دي كمان نقاط بتلعب دور مهم جدا في موضوع اختيار البلدية الخاصة بيك التفاصيل الطبية ندخل هنا في تفاصيل يعني ايه التفاصيل الطبية لنفرض ان انت شخص عندك مرض مزمن وبتحتاج دايما رعاية صحية من طبيب الاسرة او احد العيادات او المستشفات ما ينفعش الهيئة المركزية الاستقبال اللي جئي انت تجاهل النقاط ديك وتروح تحطك في قارية نظام المواصلات فيها سيء او بتبعد عن المراكز الطبية اللي بتتحصل فيها على الرعاية الخاصة بالمرض بتاعت النقطة اللي بعد كده الخطط للمستقبل ودي اخر نقطة لنفرض ان انت قلت لهم مثلا ان انت ناوي انك تلتحف بالجامعة او المدرسة السنوية عشان تدرس عشان بعد كده تعادل شهادتك عشان بعد كده تروح تدرس طبه وما الى ذلك كل ده بيلعب دور يعني الموضوع يا جماعة مش عشوائي لما تشوف شخص حصل على بلدية مثلا في الارياف واخر حصل على بلدية في مدينة فالحاجات دي كلها بتلعب دور في الموضوع وانت زي ما قلنا انت تقدر تتحكم في الحاجات دي على سبيل المثال انت شاب صغير وجاي جديد في الكامب بدل ما تقع تنتظر ابدأ تعلم اللغة الهولندية هاتي الشهادة السنوية بتاعتك على سبيل المثال من سوريا او من العراق او غيره قم بتعديلها قدم على دراسة كل ده يقدر يضمن لك ان انت تروح على مدن اكثر حيوية وهتلعب دور مهم طبعا في المستقبل بتاعك تحس ان هولندا كده يعني مفيش حاجة فيها عايزة تظبط كل حاجة يعني لازم تبوص في الاخير عندك قانون اجبار البلديات بعد شهور من الانتظار والناس كانت متعشمة الحكومة ساخت عندك الخطة بتاعت انشاء مليون وحدة سكنية في مختلف الاثناشر مقاطعات الهولندية برضو الخطة دي بحسب الاحصائيات الجديدة من مكتب الاحصائي الهولندي والهيئة بتاعت الابحاث بتقولك حتى لو الحكومة نجحت في بناء الموضوع ده المليون وحدة سكنية لحد سنة الفين وثلاثين ده لو نجحوا مع انه مستحيل كتبوا وانه هو مستحيل لو نجحوا هيبقى فيه عاجز برضو واحد وتمانين الف بيت القرف تاجت عن في ايه في كل هولندا بنيجي عن نقطة اللي بعد كده في السنة اللي احنا فيها دي في بدايتها الحكومة الهولندية قررت انها هتعزل اتنين مليون بيت العزل بتاع المنازل لما بيكون افضل ده بيوفر في استهلاك الطاقة وده طبعا ليه علاقة بارتفاع اسعار الطاقة ونضرة الطاقة والغاز بسبب حرب روسيا واوكرانيا بعد ما الحكومة قررت الموضوع ده فيه حاجة بتحصل اسناء عزل البيت بيتيجي شركة البيوت اللي هي متخصصة في العزل بتعمل اخرام في الحواقط الخارجية للمنزل بتاعك ويبدأوا يبصوا بكاميرا كده بدائية جدا ويشوفوا لو لقوا المكان فاضي ما بين الحواقط الخارجي والحواقط الداخلي في النص هنا بتكون المادة العزلة لو عملوا خروم من برة وشافوا ان العزل فاضي بيبدأوا يعملوا خروم اكثر واكثر لفوق لفوق وبعد كده بيبدأوا يحطوا مضخات ويدخوا المادة العزلة ولكن طلع لهم هنا قرار من مجلس الدولة الهولندي بيقول ان الطريقة بتاعة النظر بالكاميرا ديت غير كافية ولازم يجيبوا متخصص بيئي اذا شكوا في وجود خفافيش ما بين الحواقط الخارجي للمنزل والحواقط الداخلي الخفافيش بتكون في النص وحصلت في بعض البيوت ان تم ضخ مواد عزلة وقتلت الخفافيش المشكلة هنا ان الخفافيش في هولندا محمية بحسب قواني البيئة بيتم احميتها وما ينفعش تعتدي عليها وما ينفعش كمان تطردها يعني اللي نفرض ان انت هتقدر تعمل فتحة ما ينفعش بحسب قرار مجلس الدولة اولا الطريقة البدائية بتاعت الكاميرا اللي بيدخلوها في الخرم ديت عشان يشوفوا اذا كان في خفافيش ولا لا غير كافية اذا شكوا في وجود خفافيش لازم يستقدموا بناء على قرار مجلس الدولة يستقدموا متخصص بيئي وما بيجيش مرة واحدة بس بيجي مرة واثنين وثلاثة عشان يتأكد من عدم وجود خفافيش طب افرض وجود خفافيش لازم المتخصص البيئي ده بعد ما يلاقيهم يدور لهم على مكان بديل يعيشوا فيه ويستخرجهم بطريقة آدمية دون ان هو يأذيهم زي ما قلنا الخفافيش محمية بالقانون داخل هولندا والعملات ديت بتاخد على الاقل سنة ان انت تشوف الخفافيش فين وتبدأ ان انت تحاول تنقلهم وتلاقي لهم بيئة بديلة مناسبة للمعاشة بتاعتهم العملات ديت بتاخد سنة وبتتكلف 5000 يورو اللي هو بحسب تقرير مجلس الدولة اغلب كتير من تكلف العزل انت ممكن هتعزل ب1000 يورو وهتنقل الخفافيش ودي المفروض ان انت تدفعها 5000 يورو على فكرة مش المستاجر صاحب البيت يعني شركة البيوت انت ساكن في ساكن اجتماعي شركة البيوت الاجتماعية ديت هي اللي هتدفع 5000 يورو وطبعا تكلفة كبيرة جدا او صاحب العقار الخاص اللي انت مستاجر منه هو اللي هيدفعه ولو انت صاحب البيت يبقى انت اللي هتدفع وما فيش حد غيرك الدول اللي كانت مستعمرة من قبل فرنسا داخل افريقيا زي بوركينا فاسو ومالي والنيجر بتشهد حالة من عدم الاستقرار منذ فترة ولكن بعد الاحداث بتاعة النيجر الاخيرة تفاجأنا ان ردود الافعال ارتفعت وزادت جدا سواء من الدول الاوروبية بشكل عام وامريكا ومن فرنسا بشكل خاص خلينا نشوف مع بعض ايه اهمية الدول التلاتة اللي حصل فيها تغيرات سياسية مؤخرا الدول الافريقية ديت ايه اهميتها بشكل عام لفرنسا وليه الدول الاوروبية مهتمة بشكل خاص باللي بيحصل في النيجر وردت الفعل على الموضوع كبيرة جدا بالنسبة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر وانا بقلب وبحاول احضر التقرير ده لقيت فيديو لرئيسة الوزراء الايطالية في خمسين ثانية بتلخص لك الموضوع كله كمان بيتعلق بموجة اللجوء والهجرة اللي بتيجي لأوروبا خلينا نشوف الفيديو مع بعض انتظر 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 الوزراء ده بالنسبة لي اهمية الدول ديه ليه فرنسا وايه دور الموضوع في الهجرة واللجوء نيجي دلوقتي على ردة فعل الدول الاوروبية اللي بدأت بالفعل تقوم باجلاء رعياها من النيجر على سبيل المثال هولندا اجلت بالفعل ست مواطنين وفيه ناس باقيين هناك السفير الهولندي هيفضل في العاصمة عاصمة النيجر عشان المواطنين الهولنديين اللي لا يستطيعوا العودة حاليا او رفضوا العودة يعني يبقى هو هناك عشان يخدم عليهم او يخدم عليهم او يساعدهم نرجع للنيجر اوروبا ردت فعلها على موضوع النيجر ما تنساش ان اوروبا عملت الاتفاق مع تونس عشان تحاول ان تونس تسيطر على مراكب الهجرة اللي بتخرج من عندها وبتصل لايطاليا واللي لحد شهر سبعة وصل العدد 51 الف طالب لجوء خرجوا من تونس الى ايطاليا فقط طيب النيجر دلوقتي دولة لها حدود مع دولة زي الجزائر ودول شمال افريقيا والدول دي بتنطلق منها موجات ومراكب الهجرة لو النيجر ان عدم النظام فيها فده تهديد حقيقي ومباشر للدول الاوروبية وزيادة اعداد اللاجئين والمهاجرين الغير شرعيين بشكل اكبر مما هو عليه ولذلك الدول الاوروبية بتحاول بالسياسة يعني تتكلم بطريقة سياسية وبرضو نوع من التهديدات ان هي يعني تخلي النظام في النيجر يتم المحافظة على النظام في النيجر حتى لا تزداد اعداد المهاجرين واضح ان المشاكل والمخالفات بتاعة المؤسسات الحكومية داخل هولندا لا تنتهي لو بصينا سريعا يعني على العشر اخمساشر سنة اللي فاتوا هنلاقي موضوع رواتب اعانات الاطفال في نظام داخل اصلحة الضرائب الهولندية بناء عليه بتتأكد اذا كان الاب والام دول يستحقوا الرواتب الخاصة بالاطفال يعني جلب الاطفال دول لدور الرعاية النظام ده كان شغال كالقادي لو حابين يتأكدوا من هولندي اذا كان بينسب ولا لا لو يتأكدوا من هولندي مرة واحد هولندي الاصل بيتأكدوا ستاشر مرة من المواطنين زو زاوي الخلفيات الاجنبية لو واحد مصري جزائري مغربي تونسي ليبي يبصوا على ستاشر مرة ويبصوا على هولندي مرة واحدة بس وجيه بعديها بناء على الموضوع ده ظلم للاباء دول وتم قطع الرواتب عنهم وبناء عليه تم سحب مئات الاطفال من اهليهم ايه علاقة ان الاباء يكونوا نصبين وبناء عليه يتم سحب اطفالهم اعلاقة الموضوع عندهم دول ببعض شرحناهم في الفيديو اللي قدامك ده تم من ضمن المشاكل في قضية حاليا شغالة في هولندا احد الشركات رفعت قضية على مصلحة الضرائب الهولندية اثناء القضية تبين من خلال القاضي ان مصلحة الضرائب الهولندية اخفت معلومات مهم ولذلك القاضي حذرهم ايه دي مشكلة كمان المشكلة التالتة اللي بتشغل الناس حاليا داخل هولندا كمان منذ شهر واحد الفين اتن وعشرين ليك حق بناء على قرار من الحكومة ان انت تطلب الف يورو عان خاصة اذا كنت انت عاطل عن العمل وبتاخد الروات بالعطلين لو انت شايف ان انت في تدريب تكميلي او دراسة تكملية هتعملها وبناء عليه هتنقلك من حالة البطالة لان انت تحصل على وظيفة تقدر تطلب الالف يورو دول الموقع اللي بتدخل عليه عشان تطلب الالف يورو بيطلب منك بيانات تبين من خلال تقرير جديد ان الموقع ده بيعمل تتبع للاشخاص ويرقبهم بشكل غير قانوني عشان يعرف اذا كانوا هم بيتلقوا رواتب البطالة بتاع الدولة وفي نفس الوقت منقيمين خارج هولندا هتيجي تقول لي هم من حقهم ازاي تبقى انت اعيد لي مثلا في مصر وعامل فيها ان انت عاطل عن العمل في هولندا وبتاخد راتب وبتصرفه هرجع اقولك لو كل واحد تصرف بمزاجه وبيخالف القانون فكده الدنيا هتخرب زي الناس اللي اتكلمنا عليهم في الفيديو اللي فات وقولنا ان هم مش عايزين لا يدفعوا تأمين صح ولا يدفعوا ضريب ولا بيدفعوا الاجار وبينتهي بهم الامر ان هم يكونوا مشاردين في الشارع فما ينفعش ان انت ولو على حق تعمل اي حاجة مخالفة للقانون طالما ان انت في بلد بتحترم القانون سفينة كانت موجودة في احد الموانئ الناجيرية وفي اربع اشخاص زي ما بيقولوا كده رجبوا على ديل السفينة من ورا ما حد شايفه فضلوا رجبيني هناك حوالي اربعتاشر يوم ويعني متعشمين بعد ما السفينة تصل الى اوروبا طلعت من ناجيريا اطراع على اوروبا المفروض ان هم هيقدموا طلب لهو بعد مرور اول عشر تيام خلص الاكل والشرب اللي معاهم وكانوا بيشربوا من مية البحر لمدة اربعة تيام قبل ما يتم الكشف عنه وفجأة جات الشرطة وقالت لهم انتوا عارفين انتوا فين قال لهم لا احنا ما نعرفش قال لهم انتوا في البرازيل فكده عبروا من قرة افريقيا الى البرازيل في قلب المحيط اربعتاشر يوم في اتنين منهم اختاروا ان هم يرجعوا طواعية وفي اتنين قدموا طلب لجوه احد الاشخاص من الاربعة دول بيتكلم وبيقول انه هو في نيجيريا كان بلا ماء مشرد ما عندوش لبيت ولا عندو اي حاجة والحالة الاقتصادية وحشة ولذلك قرر انه هو يغادر سفينة الشحن اللي كان على متنها حوالي 3000 سيارة من منهم سيارات كهربائية تسببت بحسب التقريرات الاولية في اندلاع الحريق على متن السفينة السفينة دي اشتعلت فيها الحراق بالقرب من الشواطئ الهولندي وبعد ما ادروا يسيطروا على الحريق وبالفعل في خبراء ادروا انهم ينزلوا على سطح المركب عشان يبدأوا يعينوا الوضع المبدئي وقبل ما السفينة يعني تغرأ وتنقلب وتتسبب في كارثة بيئية واللي بتبعد بالمناسبة 16 كيلو فقط عن اقرب الجزر الشمالية الهولندي المسؤولين في هولندا بيفكروا هنودي السفينة فين هل هنجرها على ميناء امس هافن ولا روتردام ميناء روتردام بعيد جدا والاحوال الجوية بتتقلب وتتغير بسرعة لو تم جرها لميناء روتردام في المسافة البعيدة دي ممكن تحصل اي حاجة فتنقلب السفينة ولذلك قرروا ان هم ينقلوها لميناء امس هافن والمفروض بحسب التقرارات الاولية المفروض ان هي تصل اليوم الى ميناء امس هافن كلنا عارفين ان شطاء المناخ ازاي بيعترضوا يعني بيطلع يقعد في قلب الطريق بيعطى المصالح الناس وبيقولك ان هو بيعمل مظاهرة عشان يحسنوا المناخ يعني انا ما عرفش في مواطن هولندا دلوقتي بيلا زم براكب سيارته وفجأة لاقي واحد قعدلي على الاسفلت ولزقلي ايده على اي حال ما علينا تمانية منهم يعني الموضوع كبر منهم شوية وكانوا بينادوا الناس للنزول لسد احد الطرق الرئيسية داخل هولندا تمت محاكمتهم في لاهاي هيعملوا غرامة عمل من 30 ل 60 ساعة يعني هيشتغلوا ينظفوا الصلاح البلدية او اي حاجة زي كده ما بين 30 و 60 ساعة ودي بالمناسبة غرامة اقل بكتير من اللي طلبتها النيابة العامة الهولندي فيه اتنين منهم هيدفعوا 9000 يورو ليه كتبوا على احد الجدران بتاعة الانفاق في المكان اللي عملوا فيه المظاهرات بتاعتهم هل بتوافق على الطريقة اللي بيقعد فيها نشاطاء المناخت في قلب الطريق ولا لا اكتب لينا في التعليقات يوم اتنين تمانية 2023 وتحديدا الساعة 10 ونص بالليل تم نقل شخص تم طعنه في قرية تير ابل الى المستشفى الشرطة لحد دلوقتي لم تقبض على احد وما يعرفوش ايه التفاصيل وايه اللي حصل بالزبط واذا كان حادث الطعن ده حصل داخل مركز طلبات اللجوء المركز الرئيسي في قرية تير ابل ولا حدث خارجه اثناء نقل السجناء في هولندا سواء من سجن الى اخر او من المحكمة الى السجن اللي هيقضب فيه فترة العقوبة بيسمح للمسجون للسجين بيسمح ليه ان هو يعمل استراحة هيدخل التواليات او ما الى ذلك احد السجناء اثناء نقله يوم اثنين تمانية 2023 استغل الفرصة في قلبه الغابة وهرب الشرطة قاعدت تدور عليه وفي الاخير لم يجدوا له اي اثر يذكر كمان ان البحث الناشط عملية البحث عن السجن ده يعني توقفت لا يبحثوا عنه الان بشكل مكسف شركة امازون افتتحت اول موقع رسمي لها في مدينة ألملو داخل هولندا والمفروض ان الموقع ده او المركز ده هيكون قادر على معالجة ما يصل الى 25 الف طلب يومي مما يعني زيادة في بيع المنتجات الهولندية يعني حوالي 400 منتج هولندي هيتم بيعهم بطريقة اكتر لان امازون هتكون ناشطة بشكل اكبر داخل هولندا اللاعب البرازيلي اللي ريال مدريد سابقا مارسلو بيلعب في احد المباريات مع فريقه البرازيلي ويعني بشكل غير مقصود داس على قدم احد اللاعبين وهو بيحاول ان يتجاوزه وقدمه يعني انكسرت بشكل يعني مرعب وده ادى الى ان مارسلو نفسه كان مصدوم تم طرده وخرج من الملعب هولندي عنده 47 سنة والدته كانت مصابة بسرطان الرئة وكان عايش معاها بحسب تصريحاته يعني 3 تربع حياته او عمر لانه كان قبل كده خرج من البيت البيت اللي والدته عاش فيه ده هو تولد وتربى في احد المدن في مقاطعة زيلاند المهم ان هو تجوز مرة والجواز بتاعه فشل واتطلق رجع عاش مع امه وبعد كده خرج من البيت تاني يعزل يعني ورجع عاش مع الاطباء قالوا الام بما ان هي عندها سرطان الرئة لانها قدامك من 5 ل 6 سنين تعيش يوم ولكن على الرغم من ذلك الكلام ده ده كترة قالوا في اواخر سنة 2022 الام توفت في شهر 2 2023 سفين ساكن مع امه ولكن الام توفت وهي الوحيدة اللي اسمها مكتوبة على عقد الايجار الشقة الايجار ده او السكن اللي الام ساكن فيه ده ساكن اجتماعي المفروض بحسب العقد يرجع تاني لشركة المنازل اللي بتوزع المنزل ده على الناس اللي منتظرين دورهم بالفعل ولكن سفين بيقول ازاي تطلعون من البيت وانا ما عنديش بيت تاني اضف الى ذلك هو كمان نفسه عنده مشاكل صحية بالاضافة انه بيقول زي ما ذكرنا عاش 3-4 عمره داخل المنزل وك المحامي لان الشركة بتاعت المنازل ادت له وقت الحد يوم 11 2023 انه لازم يخرج من البيت وزي ما انتم عارفين السبب هنا اسمه مش مكتوب في عقد الاجار كمستاجر المحامي بتاعه طلب منه انه يجيب اثباتات انه كان بيدفع ايجار البيت مع امه لنفرض ان ايجار البيت كان 500 يورو هو بيقول انه كان بيدفع دايما الاجار مع امه سواء كان بيدفع الاجار كامل او بيدفع جزء منه لازم يثبت الكلام ده بوصولات من البنك ولكن للأسف قال انه هو كان بيدي امه نصيبه من الاجار دايما كاش رجع وقال انه هو هيخلي الجيران يشهاده انه كان ساكن في البيت ده لسنوات طويلة مع امه كشهود في المحكمة لان جلسة المحكمة هتكون في الاسابيع القادمة من ناحية تانية كمان طلع قرار من الطبيب بتاعه لانه هو حصلت له حدثة في العمل بتاعه وبناء عليها عنده اصابات خطيرة في الظهر في ظهره ولا يستطيع حمل اي شيء سقيل طبيب العيلة عنده كتب تقرير للمحكمة بيقول فيه انه هو في حالته الصحية ديت لا يمكن انه هو يتم اخراجه من المنزل لان ساعتها هيصبح فعلا مشارط السادس فيني هنا اعتراض انه هو يخرج من البيت ان الايجار الخاص للمفروض انه هو هيتوجه ليه لو خرج من البيت ده الايجار الخاص غالي جدا هي دي الاسبتات الوحيدة اللي معاه الجيران يشهدوله وياضف الى ذلك موضوع الطبيب انه هو ما ينفعش يخرجه من البيت ولكن في رأي الشخص طالما اسمه مش مكتوب في العقد فخلاص نيجي هنا لرأي شركة المنازل اللي هي اسمها هيف فونن اللي هي مشغولة هناك في المنطقة ديت بتأجر للمنازل الاجتماعية قاله كالقاتي احنا متفاهمين الاجار الخاص غالي عليه وان ده موقف يضايقه كتير جدا ومش كويس له ولكن احنا لازم نطبق القانون ان البيت لازم ناخده عشان فيه ناس تانية منتظرة دورها هنا الشركة بتتكلم بصراحة كلام عادل جدا بيقولوا فيه ناس منتظرة دورها وفيه عيلة معينة عليها الدور ان هي تاخد البيت ده وان احنا مش هنخالف القانون وان يعني على حساب الناس ان هي تنتظر ندوله البيت يعني ايه يعني كهها دي اكتبوا لنا انتم رأيكم في التعليقات هل بسبب حالته الصحية يجب ان تبقي عليه الشركة المنازل ولا شركة المنازل عندها حق ان هي تنفذ القانون والناس اللي منتظرة بالفعل تاخد البيت هنشوف القاضي هيعمل ايه والسيد سفين بيأمل ان المحكمة تنظر الى جانبه ويعني مش هنقول تتحيز دي ولكن تحكم لصالحه خلينا نشوف الحكم في الايام اللي جاية والنصيحة مرة اخرى ساكن انت وزوجتك في منزل معين محدش عارف ايه اللي هيحصل بكرة اكتب اسمك واسمها على عقد البيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة